أكد مدير عام الأثار العام فادي بلعاوي أنه تم استئناف أعمال الترميم والصيانة من جديد في موقع أقدم كنيسة بالعالم بعد حادثة سقوط الرافعة مساء أمس التي أصابت خمسة أشخاص وبيّن بلعاوي في تصريحات الرؤية أن هذا الحادث العرضي لن يؤثر على العمل في الموقع وأن كافة الكوادر تعمل كما كانت من قبل لإعادة الترميم والصيانة وبهمة عالية وأشار بلعاوي إلى أن الأضرار التي لحقت بالكنيسة بسيطة وسيتم العمل عليها وصيانتها وإعادة تأهيلها خلال مدة قصيرة وأتعود الكنيسة للقرن الثالث الميلادي وتعتبر أقدم كنيسة في العالم لأنها أقدم بناء مسيحي مخصص للعبادة بينما كانت سابقتها مبان محولة عن استخدامات أو ديانات أخرى أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذيرا تؤكد فيه ضرورة شراء حقا الحديد الوريدية من الصيدليات والمستشفيات بما يضمن أنها مجازة ومسجلة أصوليا من قبل المؤسسة المؤسسة أكدت ضرورة استخدام حقا الحديد الوريدية تحت إشراف طبي في المستشفيات وبعد مراجعة الطبيب لوصف وتحديد الجرعات المناسبة تجنما لأي مضاعفات صحية محتملة وآثار جانبية أهمها رد الفعل التحسسي والذي قد يستدعي إجراءات طبية طارئة وذلك بسبب ما يشكله في حالات نادرة من خطر على الحياة وضعت المؤسسة في حال ظهور أي من الأعراض بعد استخدام حقا الحديد إلى التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طوارئ والإبلاغ عن هذه الأعراض أعلن الجيش السوداني ذحر قوات الدعم السريع من ولاية سنار جنوب شرق البلاد فيما أكد قيادي بالدعم السريع مقتل قائد العمليات في الولاية المقدم عبد الرحمن البيشي وأكد الجيش السوداني في بيان أن قواته في ولاية سنار استولت على خمس مركبات ودمرت ست عشرة مركبة أخرى بعد دحرها قوات الدعم السريع وخلال الأيام الماضية حيث شهدت ولاية سنار مواجهات شبه متواصلة بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة سنجة عاصمة الولاية واضطرار الألاف من سكانها إلى النزوح نحو ولايتي القضارف شرقا والنيل الأزرق جنوبا وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قصفت طائرات الجيش السوداني منذ الأمس عددا من مواقع قوات الدعم السريع شمال وشرق المدينة وفقا لوسائل إعلام سودانية من جهته أكد وزير الخارجية السوداني إحسين علي أن الجيش السوداني يحقق انتصارات في الحرب على ما سماها ميليشيا قوات الدعم السريع متاهما إياها باللجوء إلى استهداف القرى النائية والبلدات الصغيرة وإظهارها تكتيكات شبيهة بأساليب الجماعات الإرهابية حسب تعبيره شهدت الجبهات الروسية الأوكرانية اليوم أعمالا قتالية مشتعلة وسط بعض الأجواء المكتظة بالمسيرات موازات مع إعلان الجيش الروسي السيطرة على بلدتين صغيرتين شرق أوكرانيا وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان وكان في منطقتين لوغانسك وخاركيف وتبعداني عن بعضهما نحو 15 كيلو مترا وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية ومع ساعات الصباح الأولى أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين وضيفا أن منظومات دفاعه الجوي دمرت جميع الأسلحات الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة الأوكرانية ولم يتضح حتى الآن حجم الهجوم ولم يصدر أي تعليق من روسيا بشأنه كذلك ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية من تراز كندر دون أن تعلن تفاصيل أكثر في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط ثماني مسيرات أوكرانية أثناء الليل فوق مقاطعة بلغراد والبحر الأسود وقع انفجار غامض هزى مخازن سلاح وعتات تابعة لميليشيا الحجد الشعبي ضمن منطقة عويرج جنوبية بغداد وأقل مصدر أمني أن انفجارا وقع بمخازن سلاح ضمن منطقة عويرج جنوبية العاصمة مشيرا إلى عدم وضوح الأسباب ما إذا كانت جراء سوء التخزين أو استهداف وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية كما أضاف أن أصوات الانفجارات ما زالت تسمع جنوبية بغداد بسبب تطاير وانفجار العتاد الموجود وشكلت الهيئة لجنة فنية مختصة للأقوف على أسباب الانفجار مشيرة إلى أن الحادثة لم يخلف خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية